الخير يا حلوين كيفكم يا ميس واخباركم يا رابع اليوم بدنا نكمل ان شاء الله درس معركة الكرامة احنا اخذنا متى صارت في 21 اذار حكينا عام 1968 والاسباب المعركة واخذنا النتيجة ومن الاطراف هلا بدنا نكمل مجيات المعركة بهذاك الوقت شو صار نبليش يلا بسم الله مع بعض يلا يا حلوين طبعا قبل ما يدخل العدو الصهيوني على الاراضي الاردنية تمام مهد اول اشي للمعركة كيف مهد لها هجم على الحدود الاردنية عن طريقه عن قصف الجوي ومدفعي يعني ما دخل الجيش الصهيوني على الاراضي الاردنية على السريع لا اول اشي صاروا يقصفوا بالجو تمام ومدفعي كمان بعدين في الساعة الخامسة والنص يعني الساعة خمسة ونص من صباح يوم 21 اذار عام 1968 هون تقدموا العدو الصهيوني عبر نهر الاردن قطعوا وصارعت هون شو عملت؟ هون صاروا دخلوا عنا شو عملوا هون الجيش الاردني؟ سارعت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي لتصدي هاي القوات بشجاعة وثبات ودارك معركة هناك داخل مدينة الكرامة وتكبد العدو خسائر فادحة من الارواح والمعدات وهون انتصر الجيش الاردني بهاي المعركة على العدو الصهيوني طبعا بعد خمس ساعات من بدء المعركة تمام صار يحكو لك العدو خلص وقفوا النار خلص يعني انتوا الفايزين للجيش الاردني ما ننكمل المعركة بس طبعا الجيش الاردني مارت وضلوا مستمر ورفض ذلك بعد ما رأى النصر حليفة يعني لما شاف ان احنا منتصرين ضلوا مستمر بالقتال وانه هو يعني ودائما كان معروف بهذاك الوقت وما يعني انه الجيش الصهيوني هو الجيش الذي لا يقهر فانه هون صار الجيش الاردني ميديورجين ومو انتوا جيش ما بنقهر هانا احنا نحن نستمر بالقتال وانحنا المنتصرين وانحنا اللي فوزنا عليكم هلا راح ننتقل لنتائج المعركة شو نتيجة المعركة احنا عكينا قبل نتيجة المعركة بشكل عام انه انتصر الجيش الاردني على العدو الصهيوني طب صار عنا نتائج للمعركة شو هي خلينا نحكيهم اول شي اظهرت معركة الكرام الروح القتالية العالية اللي يتمتع بها افراد قواتنا المسلحة الاردنية الجيش العربي واسهمت في حسم نتيجة المعركة سريعا شو راح نبلش بالنتائج المعركة واحد فشل العدو الصهيوني في تحقيق اي من اهدافه يعني ما حقق ولا اي هدف من الاهداف اللي كان حاطها براسه بده يطبقها من خلال هاي الحال اتنين ابرزت المعركة ايضا اهمية الاعداد المعنوي وحسن التخطيط والتنفيذ في احراز النصر والحاق الهزيمة بقوات العدو الصهيوني وهان طبعا ايش يعني صار انه بيلتنا انه قداش احنا الجيش الاردني قداش كان عنده حسن التخطيط كان المخطط كتير منيح ونفذ الخطة كمان بكتير منيح لادى الى انتصاره مع العدو الصهيوني ثلاثة بلغ عدد القتلى في صفوفهم ميتان وخمسين قتيل وفضلا عن اربعمية وخمسين جريحي يعني قتلوا ميتان وخمسين صهيوني يهودي وفضلا كمان عملوا اربعمية وخمسين جريحان اربعة تمكنت قواتنا المسلحة الاردنية والجيش العربي من تدمير تمانية وتمانين آلية مختلفة يعني دمروا ومنع معداتهم تمانية وتمانين آلة مختلفة منها سبع وعشر دبابة طمانتعشر ناقلة اربع وعشر سيارة مسلحة وتساتعش سيارة شحن وهيك يا حلوين بكون تم النصر القواتنا الاردنية والجيش العربي على العدو الصهيون وهيك يا حلوين خلصنا مع راكت الكرامة بدي تحلولي لأسلت الدرس واي سؤال ابعتولي يطيكم الف عافية